خلونا دلوقتي نروح لمحمود جميل وهيقول لنا أكتر يعني الكواليس اللي بتحصل هناك وكواليس حفل الفنانة مجدر رومي في العالمين وموجود دلوقتي في النيو أرينا مساء الخير عليك يا محمود مساء الخير عليك يا بسانتو على كل استاذ المشاهدين يعني عايزة أقول لك اللي انت سمعتينه طبعا في التارير والحماس اللي كان موجود لكل محبي وعشاء الفنانة الكبيرة مجدر رومي احنا كمان لمسناه هنا من وقت وصلنا لليو أرينا اللي يعني استعدت من صباح اليوم لاستقبال طبعا كل عشاء الفنانة مجدر رومي بتجهيز الستيج وبتجهيز طبعا الإضاءة وبوابات الدخول والخروج ويمكن زي ما انتو شايفين من خلف طبعا يعني شركة تسكرتي موجودة لتنظيم طبعا دخول اللي بيحبوا طبعا كل المحبين للفنانة مجدر رومي وتسهيل طبعا إجراءات الدخول يمكن من وقت طبعا ما بدأ التوافد على اليو أرينا واحنا شايفين يعني عدد كبير من محبي الفنانة موجودين ويمكن الاستعداد دي طبعا هتسير بنفس السياق اللي كان عليه حفل الفنان قاظم السهر مبارح ويمكن الناس كانت أشادت بحجم التجهيزات اللي موجودة في الحفل سواء الستيج سواء طبعا الإضاءة السماعات اللي موجودة كل حاجة الحقيقة مبارح كانت الناس منبهرة بيها جدا وخلينا أقولك إن كمان منطقة اليو أرينا في مكانها الجديد بيسع لأكبر عدد من الزائرين ويسع لأكبر عدد من الجماهير اللي بيحضروا الحفلات ويمكن لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي لازال التوافد مستمر الحقيقة من كل الفئات وكل الأعمار على حفل الفنانة الجميلة مجد الرومي ويمكن طبعا المميز في الحفل اليوم هو هيكون وجود الموسيقار نادر عباسي وإحنا عارفنا كمان إن كان فيه بروفات واستعدادات خاصة لاستقبال كل عشاء الفنانة الكبيرة فالحقيقة يعني لازلنا بنتابع لحد دلوقتي كل الوافدين اللي بييجوا وبيدخلوا من البوابات المخصصة طبعا لدخول اليو أرينا ويمكن بتفصلنا دقائق عن صعود الفنانة الكبيرة مجد الرومي على الاستيج علشان طبعا تبتدي بقى تسمعنا كل الأغاني الجميلة اللي كل الناس منتظرها لكن يمكن كمان الإجماع النهاردة كان على إنه كل الناس بستنية تسمع كلمات وده طبعا الناس بتحب الأغنية دي جدا من الفنانة مجد الرومي ويمكن لما كنا بنتكلم مع الناس كل ما أول ما بيسمعوا طبعا اسم الفنانة مجد الرومي يمكن عينهم بتلمع كده بالابتسامة والفرحة والذكريات يعني أنتوا كمان كنتوا سمعين أن فيه أغاني معينة للفنانة مجد الرومي اللي الناس بتستعيد بيها بعض الذكريات فيعني الحياة التجهيزات هنا بتتم على قدم وصاق عشان تلائم كل جمهور مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية وطبعا بجوار الفعالية اللي احنا موجودين فيها والخاصة به الفنانة مجد الرومي احنا عمدنا طبعا بعض الفعاليات الرياضية اللي كانت شغالة في مدينة الألعاب الرياضية منذ قليل وكانت تحديدا بطولة واحد ضد واحد واللي كنا بنتكلم معاكم فيها انبارح النهاردة كانت أولى الفعاليات الخاصة بالبطولة دي وموجودة في الملعب الخماسي لكرة القدم اللي تم تجهيزه على أحدث مستوى ليكون ملائم لكل طبعا عشاء كرة القدم اللي هيكونوا موجودين ويمكن كل الناس طبعا مترقبة الفعالية الرياضية الأهم اللي هتكون يوم الخميس اللي جاي وهي بين أساطير كرة القدم طبعا بين نادي الأهلي والزمالي وقدامى نجوم الأهلي والزمالي والحياة الناس كلها متحمسة لوجود الفعاليات الرياضية دي بالإضافة طبعا إلى أن احنا عندنا المسرحيات اللي هتبدأ طبعا في شهر أغسطس واللي بتكون بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض هنشوف الفنان كريم عبد العزيز والفنانة نيلي كريم وطبعا الفنان حسن الرداد وهنشوف الفنانة إيمي سامير غانم كل النجوم هنشوفهم موجودين في كل المسرحيات دي والتعاون المهم والكبير اللي بيتم بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه طبعا النهاردة كنا وإحنا بنستطلع كده أراء الناس كل الناس برضو مستنية لسه الحفلات اللي جاية مستنين تامر حسني مستنين عمر دياب مستنين ويجز مستنين كايرو كي فالحقيقة ده المميز في مهرجان العالمين الجديدة إنه هو بيحرص على التنوع في الفعاليات والتنوع كمان داخل الفعاليات يعني حتى التنوع في الفعاليات الفنية اللي موجودة بحيث إن كل الحفلات اللي هتكون موجودة هتناسب كل الأزواء إحنا بدأنا طبعا بحفل الافتتاح الكبير للكينج محمد منير وشفنا عشاء وشفنا كمان اليو أرينا كانت عاملة إزاي والجماهير اللي كانت موجودة طبعا بتشجع أو بتحب طبعا كل الفنان الكبير محمد منير والنهاردة أكيد هيكونوا مع الفنانة الكبيرة مجد الرومي وأكيد يعني منتظرين طبعا الفنانة تصعد على الستيج ونستمع بقى لأحلى أغاني الفنانة الكبيرة مجد الرومي بحضور الموسيقار العالمي نادر عباسي فأكيد هنتابع معاكم بقى الأجواء في التقارير اللي هتشوفوها معانا إن شاء الله بكرة وبرجع لك يا بسانت في الستوديو مرة تانية شكرا لك يا محمود وعايزينك كده زي مبارح توارينا لو في أطفال بتغني كمان مع الفنانة مجد الرومي ترجمة نانسي قنقر